مرحبا سيدة الفاغل الواقع أن ما يحدث في غزة يجب أن يكون هناك الدعم بلا حدود من كافة الدول العربية وكافة الدول الإسلامية ومشهداء العالم الذين يدعون إلى الحرية والكرامة بالنسبة لما يحدث في اليمن للأسف اليمن هناك مشكل اقتصادي كمي جدا جدا بسبب الحرب التي يعاني منها اليمنيين في الفترة العشر السنوات الماضية وهي حرب ضاحنة بلا سبب والسبب الوحيد هو عملية الاستحواض على السلطة سواء من قبل المتنفذون في صنعاء أو المدعومون من الخارج كل يريد يغني على الله والشعب اليمني يعيش مأساة اقتصادية لا متيلة لها في العالم حياة الشعب اليمني محاصر جوا وبرا وبحرا ليس هناك دول تستقبل لاجئين أو ما أشبهها ذلك وإلا لكان العدد اللاجئين من الشعب اليمني كبير جدا جدا وفوق الآن ما يزين الطين بله هو عملية الآن استهداف السفن التجارية الصهيونية في البحر الأحمر وهذا كما تعرفون يهدد خضر ليس فقط على الكيان الصهيوني وإنما على الراعي للكيان الصهيوني وهو دول الغرب وأمريكا بشكل خاص وهؤلاء يريدون فقط الفرصة كي يتدخلون أكثر في الشأن اليمني يريدون السلاع على باب المندب والموانئة البحرية الآن الموانئة البحرية معظمها تحت الصيدرة الأجنبية مع دمينال حديدة نوعا ما فما هو النتائج لمثل هذا التدخل طيب اسمح لي هنا فقط أن أقاتعك بنقطة دكتور يعني البعض يقول أو بعض المراقبين يصفون بأن واشنطن كانت قد تساهلت مع جماعة الحسيين وهذا ما دفع الأخيرة لأن تصعد بهذا الشكل تساهلت في السابق فقط لكي تسير العملية السياسية باليمن بشكل أسهل هكذا يقولون من أجل أيضا التفاهمات بين السعودية وإيران يعني كان في تساهل مع جماعة الحوثيين ولكن اليوم الحوثي يسعد ضد واشنطن في البحر الأحمر أولا ليس عملية كان هناك تساهلات أو تساهل من الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي هو من هو رفع الحوثيين من قائمة الأرهاب أولا الأمريكان هم من أوصلوا الحوثي إلى ستة الحكم في المناطق التي يصيدر عليها الأمريكان كانوا في تناغم شديد مع الحوثيين في محاربة ما سمي بالإرهاب والداعش وما إلى ذلك وغير من المسميات التي لم تكن سوى غير محاربة الشعب اليمني الذي يناوى الحوثي أو يناوى الأمريكان في المناطق في اليمن فالتوافق الحوثي الأمريكي سواء لتقاطع المصالح أو للتنسيق المشترك كان موجود والأمريكان دعم الحوثي في أكثر من المكان بدليل أن الحديدة كانت على وشك السقوط في أيدي القوة التحالف وتتخلت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل مباشر وأوقفت جميع المعارك في حينه الذي يحدث الأمريكان والغرب يريد أن يكون هناك في اليمن حرب دائمة بلا منتصر بأن يكون هناك كل القوى ضعيفة جدا جدا حتى يمكن الاستيلاء على البلد ما يقوم به الحوثي الآن هو عبارة عن قد يكون في الإدارة العام جيد بالنسبة لأخرى في غزة ولكن التركيز الأساسي له هو رفع شعبيته محليا ودوليا وبين اليمنيين بالذات بمعنى أننا نقاتل الكيان الصهيوني وأنا أعتقد أن قتال الكيان الصهيوني المؤثر يجب أن تفتح جبهة مباشرة من لبنان وليتهم الحوديون يقاتلون من هولاك هذا أجدى بالنسبة لأخواننا في غزة يقاتلون من سوريا سوريا الآن محتلة تمام أمريكيا وغيرها من القوى التي تحتل سوريا يجب أن يستحفتها جبهة في الشركة السورية يعني تقصد في تردد اليوم بالتعامل مع الحوثيين برأيك من قبل واشنطن؟ الأمريكان لا يغضوا الطرف عن ما يخص الكيان الصهيوني بدليل أن ما حدث العراق العظيم وقتل الرئيس السطام حسين رحمه الله كان انتقام لما عمله بالنسبة للكيان الصهيوني أيضا يعني تمام قضى الطرف عما تعمل الكيان الصهيوني في غزة يعني مشاهد العيان الأمريكان دائما يصفوا حساباتهم على المدى الطويل نعرف أنه حدث في اليمن استهدفت مدمرة كول وكانت يعني في الشواضع اليمنية قريب من سواحي العدن وتم تعضيل هذه السفينة العملاقة وأخذت إلى أمريكا سحبا وتم في حين ملاحقة القايمون بهذا العمل فيما بعد لم يتم يعني أن سهدفت أمريكا اليمنين بالقنابل والصواريخ وإنما كانت هناك فترة حتى تم يعني إلقاء القبض على من قاموا بهذا العمل ولا نعرف الآن وإن مصير هؤلاء إلى الآن فالأمريكان دائما يتبعوا سياسة النقص الطويل الأمريكان أيضا يهمهم بالموضوع هذا هو عملية الاستيلاء على باب المندب وهذا كما تعرفون هو عصب التجارة العالمية في البحر الأحمر من باب المندب جنوبا إلى قناة السويس ها ثاني المنطقة مهمة جدا جدا بدليل أن ما يجي الآن في غزة هو الإيجاد حل لقناة السويس إيجاد مخرج ثالث لقناة السويس وتعطيل الحركة بقناة السويس ومعاقبة يعني مصر أو بمعنى آخر يعني إضعاف مصر حتى لا يكون لها صوت في الأمة العربية طيب بتقديراتك دكتور يحيى أو دكتور حميد ما هو المخرج من كل مما يحدث اليوم في البحر الأحمر؟ المخرج بما يحدث البحر الأحمر هو تقوية الجبهة الداخلية اليمنية بمعنى أن يتصالح اليمنيون فيما بينهم أن يكون هناك يمن حر قوي مستقل يعني يحكمه أبنائه ويكون هناك اقتصاد قوي وحينها يعني جيش قوي حتى نستطيع أن نستولي على الموانئ اليمنية نصيدر على الموانئ اليمنية ويكون لنا السيادة الكاملة عليها يعني يكون لنا السيادة الكاملة على باب المندب حينها يمكن أن نتخاضم مع الآخر بسيازة الند للند بمعنى أنه هذا يعني مكان مهم جدا جدا ويجب أن يكون هناك احترام للموانئ والشواضع اليمنية هو المياه الإقليمي اليمنية أما في الوقت الراهن والشعب اليمني يموت جوعا ويتضرع جوعا فتعتبر يعني عقاب جماعي للشعب اليمني القيام بمثل هذا العمل لأنه ليس لدينا الآن الدول التي تؤيدنا وهي قريبة منا هناك بعض الدول التي تؤيد يعني سوريا ولكن في الواقع لا تستطيع أن تعمل شيء يعني نعرف أنه في 2004 أو 2006 عندما استهدف لبنان وتم تخريب البنية التحتية لبنان وتهم تحطيم بيروت لم تتدخل إيران التي تدعم حزب الله وكان من المتوقع أنها حزب الله كأداء لإيران في لبنان أن تتدخل وأن تدافع عن اللبنانيين والشعب اللبناني ولكنها تركته يواجه مصيره المرير في حينه ونخشى بالنسبة لليمن أن الدول المحيطة باليمن للأسف يعني تكن عداء تاريخيا للشعب اليمني والدول التي تدعي أنها تناصر الشعب اليمني لا أعتقد أنها ستذهب للدفاع عن اليمن شكرا سأكتفي بهذا القدر من لندن دكتور حميدي حياء الشجني أكاديمي وباحث في أشؤون العربية والدولية شكرا جزيلا لك